فالعبادة الصلاة الصوم الحج وهكذا البقية العبادة تتألف من نية وأهم شيء في فقه العبادات أن تعرف فقه النية لأن العبادة من دون نية صحيحة وفقا لفقه العترة الطهرة ما هي بعبادة أراء فالعبادة تتألف من نية ومن توجه بأي اتجاه تتوجهون فقه النجف يخلط لكم كما يخلط فقه السقيفة بين النية والتوجه التوجه شيء والنية شيء العبادة تتألف من نية ومن توجه ومن طقوس وأحكامها هناك طقوس ولها أحكام سوف لن أحدثكم عن الطقوس والأحكام فهذا باب وسيع هل تريدونني أن أحدثكم عن أجزاء الصلاة وعن أحكام الصوم وسائر التفاصيل سأحدثكم عن النية وهي أساس العبادة وسأحدثكم عن التوجه والتوجه هو روح العبادة أما الطقوس وأحكام الطقوس فتلك هي أجسام العبادات أبدان العبادات روح العبادة في التوجه إلى أي جهة نتوجه كيف نتوجه وأساس العبادة النية فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام لتلك الطقوس أما الطقوس والأحكام فهي متروكة لمضانها لمجالها لا أستطيع أن أتناولها في هذا البرنامج الموجز والمختصر والطقوس وأحكامها تمثل أبدان العبادات بدن العبادة أما التوجه فهو روح العبادة وأما النية فهي الإجازة المأخوذة للإقامة بهذا العمل أنت تقيم هذا العمل فلن تقيمه من دون إجازة هذا التصريح القانوني الرسمي المحمدي العلوي كي تقوم بهذا العمل هذا برنامج مخصوص يحتاج إلى استخراج تصريح رسمي قانوني التصريح الرسمي القانوني لشرعية عبادتكم النية وأهم فقه في فقه العبادة هو فقه النية فيجب عليكم أن تتعلموا فقه النية الذي لا يعرفه مراجعكم سأحدثكم عن مراجعكم في النجف الذولان لا يعرفونه لأنهم يعرفون العبادة وفقا لفقه الشفعي وفقا لفقه سقيفة بني ساعدة هذه هي الحقيقة من الآخر وأنتم مضحكة مسخر أنتم أنتم مهزلة وأنا كذلك مثلكم نحن جميعا محكمون بهذه القمامة التي دمرتنا بقمامة حوزة النجف فالعبادة إذن نية وتوجه وتقوس وأحكام وأحكام لتلك الطقوس هذه النقطة الأولى هناك نقطة ثانية لابد أن نفرق بين أوهام عقولنا التي يعبر عنها بأذهاننا وبين أوهام البصيرة التي لا نمتلكها نحن لا نمتلك البصيرة من أين تأتينا البصيرة من أين تأتينا البصيرة وعقولنا وقلوبنا ملأ بخراء حوزة النجف ما هم جاءونا بدين خرائي هذا الدين الذي تعلمناه منهم دين خرائي هذا جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعد وأبعدونا أبعدونا عن دين إمام زماننا بفقههم وعقائدهم ودينهم وحوزتهم فمن أين تأتي لنا البصيرة من أين تأتينا علينا أن نفرق بين وهم عقولنا ووهم أذهاننا وبين وهم البصيرة وهم البصيرة شيء آخر هكذا نقرأ في أدعيتهم على سبيل المثال إذا ما ذهبت بكم إلى مناجاتي العارفين المروية عن إمامنا السجاد وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فماذا نقرأ في مناجات العارفين بعد أن مر علينا الكلام قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت عن أبصارهم عن أبصار بصائرهم وليس عن أبصار ما يدركون بحواسهم قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم تلك هي البصيرة التي لا نملك شيئا منها أما مراجع النجف أنفسهم لا يتخيلون هذه المعاني لأن هذه الأدعية أساسا هي ضعيفة الأسانيد مناجات العارفين من الأدعية الضعيفة السنة بحسب قذارات علم القنادري الذي يسمى بعلم الرجال دققوا النظر معي قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم الحديث ليس عن حواسنا ولا عن وجداننا المحدود ولا عن عقولنا المحدودة هذا حديث البصائر قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم هذه معرفة بمستوى البصيرة لا بمستوى العقل الذي نملكه ولا بمستوى القلب الذي نملكه ولا بمستوى الحواس التي نملكها هذه المدارك العادية عند الجميع أما البصيرة فهي قوة إدراك خاصة تمنح منحاً منحاً وهبياً وليس كسبياً تستمر المناجات فأناس بهذا المستوى من الإنبلاج والوضوح العقائدي ماذا تقول المناجات إلهي بعد ذلك الوضوح إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب هذه أوهام البصيرة أوهام البصيرة شيء آخر هذه المضامين لا يعرفها مراجعكم في النجر هم لا يعرفون شيئاً من ثقافة العترة الطاهرة وأنتم كذلك أنتم تأخذون دينكم إما من وكلاء المراجع الحمير الذين لا يفقهون شيئاً من دين محمد وآل محمد أو من هؤلاء خطباء الحمير الذين يبعث بهم المراجع إليكم دين محمد وآل محمد مصادره هؤلاء لا يعرفونها أجنبية عنهم هؤلاء غرباء عن هذه المصادر فلا تخلط بين وهم العقل وبين وهم البصيرة أوهام البصيرة شيء آخر إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلل مسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب إنني أتحدث عن البصائر الممنوحة من الحجة بن الحسن لا أتحدث عن هذا الذي تتحدث عنه الصوفية ويتحدث عرفاء الشيعة عنه تلك ترهات شيطانية لا علاقة لصاحب الزمان بها أنا أتحدث عن البصائر التي ترتبط بنظام خاص بصاحب الأمر فالغيب كله بيده هو سيد الغيب الغيب لا يتسرب إلى أي أحد فليس الصوفيون من أهل الغيب غيبهم شيطاني وليس عرفاء الشيعة من أهل الغيب غيبهم شيطاني غيب صاحب الأمر له طرائقه له أسبابه نحن بعيدون عن ذلك بسبب قمامة حوزة النجاف التي ملأوا بها عقولنا وقلوبنا ودمرونا دمرونا هؤلاء مثلما دمروا أنفسهم هم هم في حيرة من أمرهم صدقوني يتابعون هذا البرنامج وهم يعرفون هذه الحقائق يعرفون هذه الحقائق من خلال البرنامج لا يعرفونها أصلا ويذعنون لها لكنهم شياطين شياطين سيضللونكم ويبعدونكم عن هذه الحقائق إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك هذا مسير صائب صحيح بأي شيء بالأوهام في مسالك الغيوب هذا عالم آخر هذا عالم آخر الحديث عنه يطول الحديث عنه يطول هناك وجه يختفي في هذه الحياة أنتم لا تدركونه نحن لا ندركه أنا وأنتم على حد سواء حينما نذهب إلى سورة الروم هذه سورة الروم وإلى الآية السابعة التي قبلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الآية السادسة بعد البسملة من سورة الروم في آخر الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون تأتي الآية التي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الآخرة ليست الآخرة وإنما عن الوجه الباطن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الحياة الدنيا الآخرة عن الوجه الباطني لهذه الحياة لن نستطيع أن نصل إلى هذا الوجه من دون أن نلتصق بظاهرهم وباطنهم لا أن نذهب إلى مشايخ الصوفية أو إلى عرفاء الشيعة الضلال أن نتوجه إلى الجهة التي يريد الله منا أن نتوجه إليها أن تكون العبادة باتجاهها ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يحلمون الحقيقة مضحوك عليهم إما أن الشيطان قد ضحك عليهم وإما أنهم قد ضحكوا على أنفسهم يجدون في أنفسهم من أنهم على معرفة ودراية بالأمور أو أن مراجع الدين قد ضحكوا عليهم وهذا في الأعم الأغلب المؤسسات الدينية في العالم هي التي تضحك على أتباعها ونحن أيضا مؤسستنا الدينية في النجف وعلى رأسها المراجع الشياطين الكبار هم الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إذن أين الوجه الآخر نحن غافلون عن وهم عن الآخرة هم غافلون غافلون عن الوجه الآخر هذا الذي أقرأه عليكم من مناجات العارفين هو جزء من الوجه الذي نحن عنه غافلون وإلا أين هذه المعاني في حياتنا أو في حيات آبائنا أو في حيات أجدادنا إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام نسير إليه بالأوهام ما هي أوهام عقولنا الإمام هنا يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ما هو السير إليه بالأوهام هو هذا توهم السير إليه بالأوهام توهم لكن الحديث هنا عن الوجه الآخر من الحياة عن البصيرة وهذا واضح في الأدعية والمناجيات من أدعية شهر رجب أيضا وقلت لكم فيما تقدم من حديث من أن أدعية شهر رجب هي أدعية التوحيد هذا دعاء من أدعية شهر رجب وأنا أقرأ عليكم من المفاتيح الدعاء الذي أوله اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة هذا أول الدعاء ماذا سيقول الدعاء وهو في أعمق معاني التوحيد يا من يا من يا من يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام هناك أوهام ولها لطائف وللطائف دقائق نحن لا نتحدث عن أوهام الخيال من عبد الله بأوهام الخيال فقد كفر الإمام الصادق يقول هذه الأدعية تتحدث عن أوهام البصيرة وأوهام البصيرة شيء آخر هذا الدعاء ماذا يقول يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام فالحديث هنا عن أوهام لها لطائف ولها دقائق أوهام البصائر لها درجات ولها مراتب وهذا حديث أجنبي بالمطلق عنكم أتمنى أن أجد وقتا كي أشرح هذه الأدعية الشريفة لكن الأولويات هي التي تحول فيما بيني وبين ذلك فأيهما أولى أن أتحدث عن العقيدة السليمة التي تجهلونها أم أن أحدثكم عن هذه الحقائق العميقة التي هي غريبة بالكامل عنكم نحن بحاجة إلى العقيدة السليمة العقيدة السليمة هي البداية وهي الأساس من دون العقيدة السليمة فأنتم لستم شيعتان بحسب فقه الحجة ابن الحسان لا شأن لي بفقه القمامة في النجاف بفقه المزبلة إنه فقه مراجع النجاف لا شأن لي بهذا الفقه أحدثكم عن فقه محمد وآل محمد من دون العقيدة السليمة أنتم لستم شيعة لستم مسلمين صدقوني هذه هي الحقيقة من الآخر بحسب فقه العترة إنني أحدثكم عن الأحكام الواقعية التي يتحدث عنها القرآن وتتحدث عنها العترة الطاهرة لا أحدثكم عن حسن الظاهر وعن الأحكام الاستثنائية زمان الغيبة وعن أمثال هذا لا أحدثكم عن أحكام ظاهرية تستنبط بحسب قواعد الأصول الشافعية عند مراجع النجاف أحدثكم عن الأحكام الواقعية في قرآنهم وفي فقههم في عقيدتهم من لم يكن على العقيدة السليمة ليس شيعيا ومن لم يكن شيعيا فهو ليس مسلم ورتبوا بعد ذلك الأحكام إنني أحدثكم عن مر الحقيقة لا أحدثكم بلسان التقية ولا بلسان المجاملات إنني مثل ما وعدتكم أريد أن أضع النقاط على الحروف هذه الحقائق لا بد لأحد أن يقولها وأن يبينها لشيعة وشيعة أحرار يريدون أن يتعانقوا معها يريدون أن يرفضوها يريدون أن لا يبالوا بها تلك هي مسؤوليتهم وأنا لا أجد أحدا يتصدى لهذا الموضوع بل لا أجد أحدا يمتلك الخبرة في ذلك ويمتلك علم ذلك كي يتحدث عنه لذا وجب علي أن أتصدى لهذا الأمر ووجب علي أن أتحدث بأمور لا أرغب بحسب سليقة أن أتحدث بها حينما أتحدث عن حوزة النجف وعن مراجع النجف بهذا الأسلوب القاسي إنني أريد أن أنفركم أن أصنع البراءة في نفوسكم أن أصنع البراءة الفكرية من مناهجهم القذرة التي أبعدتكم ولا زالت تبعدكم عن أئمتكم وعن إمام زمانكم هذا هو الذي أقوم به وليس شيئا آخر تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار تريدون أن تكذبوا أنتم أحرار أنا لا أبالي بكم ولا أبالي بمواقفكم أنا في مقام الخدمة لإمام زماني وحديث صادق أمام عيني لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا الحديث أمام عيني وأنا أحدثكم في كل حرف من هذه الحروف التي نطقت بها حديث صادق أمام عيني الصادق هو الذي يقول ما أنا الذي أقول الصادق يريد أن يجعل تمام عمره في خدمة صاحب الأمر لو أدركته لخدمته أيام حياتي ما قيمتي أنا وما قيمة آبائي وأجدادي وما قيمتكم أنتم وما قيمة الشيعة طرا إذا كان الصادق يريد أن يجعل من عمره بكل دقائقه بكل ثواني وقفا على خدمة قائم آل محمد فماذا سأصنع أنا وماذا ستصنعون أنتم ترجمة نانسي قنقر